موضوع الانواع البرض الكلينيكية اللي هو المرض بيجي او الكورس بتاع المرض باش ازاي احنا عندنا فيه الحقيقة فيه اربع انواع من المرض النوع الاول اللي هو بنقول عليه المونو سيمتوماتيك او المرض زوء العرض الواحد يعني عاني ييجي مثلا بتنميل في نص جسمه ويخف منه او يتحسن منه كزا ما حنعرف دلوقتي ان فيه نوع تاني اللي هو اللي هو ريميتنج ريلابسنج اللي هو بيجي ويروح ويجي له التنميل ويخف وخلاص المونو سيمتوماتيك او السينجل ديزيز يعني بيجي مرة واحدة وخلاص وعلى فكرة فيه نسبة مش قليلة من المرضى كده يعني حوالي عشرين في المائة من مرضى تصلب المتناسر بيجوا كده وميجي لهمش تاني خالص في حياتهم النوع التاني اللي هو ريلابسي جريميتنج زي ما قلتوا دلوقتي اللي هو المرض المتردد اللي بيجي ويروح ده يمكن ده بيمثل اكتر بريزنتيشن او اكتر حالة بنشوفها في العيادات اللي هو المرض تبوص ليه جاله نكسة والنكسة دي قاعد معها ايام او اسابيع وساعات بتبقى شهور وبعدين تتحسن تخف تتحسن سواء بالعلاج او من غير العلاج بتتحسن ويفضل شوية مدة وبعدين تجيله مرة تانية ممكن بنفس الاعراض وممكن باعراض مختلفة ده النوع التاني النوع التالت اللي هو المرض اللي هو بيبتدي عند المريض باعراض الحاجات اللي انا قلتها وبعدين بيبتدي بيتحسن شوية لكن ما بيرجعش للقاعدة ما يرجعش للبيزلاين يفضل فيه بعض الاعراض بعد بسر الشهر او اتنين او تلاتة ويروح جايله ايه واحدة تانية وتسيب برضو اعراض اكتر وهكذا يعني كل ما تجيله مرة كل ما تجيله ريلابس او كل ما تجيله نكسة تسيب ايه اعراض دي بتسميها السكندري بروجرسيف طايب او النوع المتمدد السنوي فيه بقى النوع الاخير اللي هو النوع المتمدد الابتدائي اللي هو البرايمري بروجرسيف طايب اللي هو العيان يبقى عنده الاعراض وعماله بتتزايد تتزايد من غير تحصله خالص يعني على مدى شهور او سنين الاعراض ايه بتتزايد ده النوع